أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الإقلاع الخاصة بلابتوب اللينوفو اللي بين إيدينا لإيدياباد الفليكس 5 15ALC05 خليكم معنا وأكيد يا شباب لحتى نزيد انتشار هذا الفيديو عطونا لايك عليه وإذا كنتوا عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية شباب للدخول إلى البيوس الخاصة بلابتوب اللينوفو اللي بين إيدينا كل ما علينا بتشغيل الجهاز من على الجنب من هون ومن ثم بالضغط المتكرر على زر ال F2 زر ال F2 بدخلني على البيوس الخاصة بلابتوب اللينوفو اللي ذكرنا رقم الموديل الخاص فيه مثل ما انا شايفين ظهرت عندي البيوس ومنلاحظ بالواجهة الأولية في عندي رقم الموديل رقم موديل البيوس المواصفات الخاصة باللابتوب بنتقل عن تبويب الكونفيجوريشن واللي بداخله التاريخ والوقت مثل ما انا شايفين عن طريق زر الانتر بنتقل للمدخلات التالية وعن طريق الأسهم بنتقل للأعلى والأسفل تمام؟ وطبعا أكيد التعديل بيكون عن طريق زر ال F5 والF6 صعودا ونزولا عندي الويرلس لان في حالة إنابل في حال كان عندك مشكلة بالويرلس وما تشتغل قد تكون في حالة الديسابل أكيد رح تخليه بحالة إنابل لحتى يشتغل معك كرت الويرلس باقي الخيارات تركها متل ما هي عندي خيار اللي فليب تبوت وهو الخيار الخاص بفتح الغطاء اللابتوب ومن ثم يعمل من تلقاء نفسه في حال بدك هاي الميزة خليها بوضع الإنابل في حال بدك تعطلها لهي الميزة بتحطها بوضع الديسابل بالتالي أول ما بتفتح الغطاء ما بيشعل الجهاز من تلقاء نفسه أنا رح خليه بحالة الإنابل لأنه بيهمني هذا الموضوع أكيد باقي الخيارات تخليها متل ما هي مثل الـ Always-On-USB إنه تظل الـ USBات شغالين عندي الـ Charge-In-Battery Mode كذلك الأمر بحالة الإنابل لازم تكون وعندي خيار System Performance Mode خليه بالوضع الديفولت طبعا إذا بنعمل هيك منلاحظ أنه في عندي وضع الإكستريم إنه بيصير أداء الجهاز جدا عالي ولكن رح يستهلك البطارية بشكل كتير كبير وعندي خيار توفير الطاقة أو توفير البطارية هو آخر خيار ولكن أداء الجهاز رح يضعف أنا أفضل خليه بالوضع الديفولت الطبيعي بحيث أنه بيزيد أداءه لما هو بيطلب هذا الشيء وبيرجع بنخفض الأداء لما ما بيكون في عليه شغال للـ Laptop بنتقل عند خيار Security وهذا الخيار Security Boot فيك تعطله في حال وضعت Flash Memory لتأخذ نسخة أحتياطية أو لتشتغل بأمور داخل الدوس مثل استوانة الإقلاع DLC Boot بقلب عدة برامج للصيانة وما إلى هناك قد ما تشتغل معك لأنه هذا الخيار بيكون بحالة Enable توضعه بحالة الديسابل لحتى تشتغل بأمور إقلاعية عن طريق استوانة DLC Boot حاليا رح خليه بحالة Enable عندي تبويب البوت واللي بداخله أكيد نظام UEFI هون ما في نظام لوجيسي نهائيا داخل هذا اللابتوب الـ USB Boot لازم تكون فعالة بحالة Enable لحتى نقلع عن طريق الفلاش الميموري وآخر شي داخل هذا التبويب في عندي الأدوات اللي فيني أقلع عن طريقه مثل الفلاش ميموري عندي فلاش ميموري بهذا المكان فيني ارفعها للأعلى تمام وخليها تقلع بالبداية أو فيني خفضها للأسفل تمام طبعا برفعها للأعلى إذا كان عندي نسخة ويندوز بدي ثبتها على هذا الجهاز أو بديها تقلع باستمرار عن طريق الفلاش ميموري أول ما بيفتاح الجهاز طبعا هذا الشي اللي مرة واحدة أثناء تثبيت الويندوز مثلا طيب رح أرجع رجعها للأسفل وخلي الويندوز بوت مانيجر هو بالبداية اللي يأقلع وأخيرا عندي تبويب الإكزايت اللي بقلبه الخروج مع حفظ الإعدادات أو الخروج دون حفظ التعديلات اللي ساويتها أو البقاء ضمن البيوس دون حفظ الإعدادات أو حفظ الإعدادات مع البقاء ضمن البيوس وآخر خيار اللي هو عندي اللوت ديفولت سيتينجز اللي بيعمل ضبط إعدادات المصنع للبيوس بشكل عام بيرجعها لوضع الديفولت طبعا أكيد بالنهاية فيني إضغط على زر الـ F10 وبيعطيني الحفظ مباشرة أكيد إشارة الـ Yes هي بتعمل حفظ وإعادة تشغيل طيب أنا إذا لفرض ما بدي يدخل للبيوس لعدل إعدادات البيوس نهائيا ولكن بس بدي أقلع عن طريق الفلاش ميموري في عندي زر للإقلاع السريع لهو الـ F12 هلأ رح نعمل حفظ ونضغط بشكل متكرر على زر الـ F12 هاي في حال بدي ثبت ويندوز دون الدخول إلى البيوس أو عدل أي إعدادات به البيوس مثل ما شفنا بالضغط المتكرر على زر الـ F12 بيعطيني قائمة البوت مينيو بقائمة البوت مينيو فيني إختار أداة الإقلاع اللي بدي أقلع عن طريقه وأكيد أنا بدي أختار الكوكشيا اللي هي الفلاش ميموري اللي عنديها لحتى ثبت ويندوز مثلا أو اختار القرص الصلبة اللي بدي أقلع عن طريقه إذا كنت واضع قرصين داخل هذا اللابتون شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية